سنكر مجلس عدن السياسي حملة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بحق ابناء كريتر في مدينة عدن وقال المجلس في بيان له إن ميليشيا الانتقالي نفذت حملة مداهمات واعتقالات وانتهاكات بحق أكثر من أربعمائة شاب وتسببت بترويع السكينة العامة للمواطنين مضيفا أن أحياء كريتر لا تزال تكتض بالجنود التابعين لفصائل الميليشيا بالمحافظة وحمل البيان الميليشيا وقياداتها نتائج أعمالهم غير القانونية معتبرا أن هذه الأعمال ناتجة عن حقد تجاه أبناء عدن ودع المجلس المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق تلك الانتهاكات وتحريرها وتقديمها للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمحاكم المحلية والدولية ترجمة نانسي قنقر